أم صالح من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للشخص اللي عليها قضاء و صام و بعدين أفطر متعمداً ماذا عليه أم صالح الله يرضى عليك و يبارك فيك عندنا قاعدة مهمة و ضابط مهم في هذه المسألة أن كل صوم واجب يحرم على الإنسان أن يفطر فيه لغير سبب واضح عندك كل صوم واجب يحرم على الإنسان أن يفطر فيه لغير سبب مثل ماذا عندنا صوم رمضان هذا واجب ما يجوز إنسان يفطر فيه من غير سبب عندنا صوم القضاء اللي أنت الآن سويته ما يجوز و حرام عليك تفطرين فيه من غير سبب عندنا صوم النذر الصوم النذر هذا واجب ما يجوز إنسان يفطر فيه عندنا صوم الكفارة بمجرد أن يبدأ الإنسان بصوم الكفارة يحرم عليه أنه يفطر في هذا اليوم يفطر في هذا اليوم فلاحظتي احفظيها قاعدة وكل إخواني و أخواتي شاهدوني ما يجوز و يحرم على الإنسان يفطر من غير سبب أما إذا وجدت سبب سفر أو مرض أو العادة الشهرية للمرأة مثلا هذا عذر الله عزه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و من أهل العلم من ذهب إلى أن من أفطر في صوم القضاء متعمدا و جب عليها أن يصوم يومين هذا اليوم و اليوم الآخر لكن الراجح من قول أهل العلم أنه عليه القضاء فقط مع التوبة و الاستغفار فالذي عليك يا مصالح أنك تتوبين إلى الله و تستغفرين الله و تندمين على أنك افطرت من دون سبب و تقضين يوم واحد فقط ما تجي بين يومين أما صوم النفل الأثنين الخميس الأيام البيض مثلا أي صوم يجوز للإنسان أنه يفطر من دون سبب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر و لذلك عندنا قاعدة يجوز للصائم أن يفطر في صوم النفل النفل بعد الشروع فيه يجوز للصائم أن يفطر في صوم النفل بعد الشروع فيه طيب خلاصة الجواب يا مصالح تقولين أستغفر الله و أتوب إلى الله و تندمين و تعلمين بناتك و تعلمين النسا اللي عندكم تقول له انتبهوا و تقول له انتبهوا اللي تقضي ماجز لا تفطر من عند رأسها أما إذا كان بعذر ما في بأس ترجمة نانسي قنقر